الجامعة الافتراضية السورية مقرر المصارف والتشريعات المصرفية لمؤلفيه الدكتور محمد سامر عاشور والدكتور هيثم الطاص الوحدة التعليمية الثالثة بعنوان الحوالات المصرفية يغطي هذا التسجيل الجزء الثاني من الوحدة التعليمية الثالثة أي الصفحات من 46 ل 59 تقديمة مبادرة الضوء بصوت مايا البرازي أحكام الحوالة المصرفية دراسة أحكام الحوالة المصرفية يعني البحث في آلية تنفيذها التي تختلف باختلاف نوعها وإمكانية توقف تنفيذ أمر التحويل وتحديد وقت إتمام عملية النقل المصرفي ومن ثم أنثارها وسنتناول أيضا الحوالة المصرفية في حالة الإفلاس ومن ثم نتضرق بإيجاز لموقف المصارف الإسلامية من الحوالة المصرفية ألف أنواع الحوالات المصرفية وتنفيذها الحوالات إما أن تكون صادرة أو واردة أو دورية كما يمكن التحويل بإسلوب الشكات المصرفية الفرع الأول الحوالات الصادرة وهي عبارة عن أمر دفع يظهر عن أحد البنوك بناء على طلب عميله إلى أحد فروعه أو أي بنك آخر داخل الدولة أو خارجها ويسمى البنك الدافع بحيث يقوم الأخير بدفع مبلغ من المال إلى شخص آخر يسمى المستفيد أولاً الحوالات الصادرة الداخلية وهي أوامر الدفع أو التحويل التي يتلقاها البنك المحلي من عملائه لدفع مبالغ معينة إلى طرف آخر أي المستفيد في نفس البلد أي أن كل من الآمر والمستفيد يقيم في نفس البلد ويتم دفع هذه المبالغ بأحد أسلوبين أولاً عن طريق فرع آخر لنفس البنك ثانياً عن طريق فرع لبنك آخر يختلف عن بنك الفرع المحول واحد دفع الحوالات من خلال نفس فروع البنك وقد يكون المستفيد يحتفظ بحساب لدى فرع البنك وقد لا يكون لديه حساب لدى أي من فروع ولكنه يتواجد في مكان فرع آخر لنفس البنك المحول وتتم تسوية هذه الحوالات من خلال المركز الرئيسي للمدفوعات حيث تحتفظ جميع فروع البنك بحسابات لديه وتتم تسوية هذه الحوالات من خلال نظامين النظام اليدوي يستعمل هذا النظام في حال عدم ربط الفروع مع بعضها البعض حيث العملية تتم بشكل يدوي على أن يرسل الفرع المحول إشعاراً خطياً إلى المركز الرئيسي للمدفوعات دي بي سي يتم من خلاله قيد القيمة من قبل المركز الرئيسي على حساب الفرع المحول ناقص ولحساب الفرع الدافع ذائد كما يرسل للبنك المحول تعليمات مفصلة إلى البنك الدافع عن تنفيذ الحوالي النظام الآلي نتيجة لانتجار أساليب ربط الفروع مع بعضها نتيجة التقدم التقني أصبح بالإمكان ربط الفروع الكترونية أونلاين وبتكاليف أقل من النظام اليدوي إن عدم ربط الفروع الكترونية يؤدي إلى البطء الشديد في تنفيذ الحوالات وعدم إصدار البطاقات الإلكترونية ATM مما يؤدي إلى فقدان جزء كبير من العملاء وبموجب هذا النظام يستطيع أي فرع أن يقيد الحوالات على حساب ناقص أو لحساب زائد أي عميل لدى أي فرع وذلك من خلال مركز المدفوعات المحلي DVC الذي يربط جميع الفروع بجهاز الكمبيوتر الرئيسي إن عدد مراكز المدفوعات المحلية يتحدد وفقا لحجم عمليات الفروع مثلا يمكن تقسيم الفروع إلى عدة مراكز بحيث يرتبط عدد معين من الفروع بمركز واحد يربط بينها جهاز الكمبيوتر الرئيسي وهذا الجهاز يمكن ربطه مع بنوك أخرى أو مع البنك المركزي وذلك لإجراء المقاصة بين البنوك ثانيا الحوالات التي تدفع من خلال فروع بنوك أخرى في هذه الحالة يكون المستفيد متواجد في مكان آخر ولا يوجد فرع للبنك الآمر فيه أو أن المستفيد لديه حساب لدى البنك الآخر ويتم تنفيذ هذه الحوالة إما بواسطة النظام اليدوي أو بواسطة النظام الآلي كما يلي النظام اليدوي يعتمد ربط البنوك على مدى تطور نظام المدفوعات الوطني التي تطبقه السلطات النقدية أي البنك المركزي وقد أصبح تحديث هذا النظام ضمن الأولويات التي تطرحها السلطات الوطنية لما لها من علاقة وطيضة مع تطور أسواق المال وأسواق رأس المال وتتم تسوية قيمة هذه الحوالات المحلية حسب هذا النظام وفقا للعلاقة المصرفية بين بنك الفرع الآمر وبنك الفرع الدافع وذلك بأحد الإسلوبين ألف وجود حساب لأحد البنكين لدى البنك الآخر وتتم بأن يرسل فرع البنك المحول إشعاراً خطياً إلى مركز مدفوعاته الرئيسي الذي بدوره يرسل إشعاراً خطياً إلى مركز المدفوعات الرئيسي للفرع الدافع يعلمه بقيد المبلغ لحسابه وبعدها يرسل هذا المركز التعليمات إلى فرعه بدفع الحوالة إلى المستفيد وأنه قيد الحوالة لحسابه في المركز ب عدم وجود حساب بين البنكين وتتم تسوية الحوالات من قبل المراكز الرئيسية للمدفوعات في هذه الحالة بواسطة البنك المركزي سلطة النقد الذي يحتفظ جميع البنوك المحلية بحسابات لديه النظام الآلي إن أحد التحديات التي تواجه الدول النامية هي تحول نظام المدفوعات الوطني إلى نظام آلي يتلاءم مع حاجات الأسواق المالية المتطورة وتلبي حاجات العملاء وتعتمد المؤسسات المالية لتسوية المدفوعات المالية أدوات مثل الشكات، أوامر التحويل، عمليات البطاقات الإلكترونية وقد نشأت عدة أدوات لتزديد عمليات الدفع بسبب التطور في أجهزة الكمبيوتر بحيث أدخل التطورا في طرق تزديد عمليات الدفع وكذلك في أنظمة التسجيل وبث المعلومات وأهم هذه الطرق ما يلي ألف، استلام أوامر خطية وإضدار إشعارات خطية نتيجة التنفيذ إن أساس هذا الأسلوب هو استعمال نموذج معادل هذه الغاية مثل نموذج التحويل والشك حيث تسجل المعلومات الواردة فيه إلكترونيا بواسطة ترميس كودينغ هذه المعلومات تسجل في سطر واحد يطبع في أسفل النموذج وهذا النموذج يعتمد على تحويل المعلومات الواردة في المستندات إلى رموز يتم قراءتها من قبل الأنظمة الآلية مثل نظام OVR Optical Voucher Reader ويتم تنفيذها آليا با استلام أوامر خطية وتنفيذ بواسطة التصوير الإلكتروني يعتمد هذا الأسلوب على تصوير المستندات بواسطة أجهزة إلكترونية وتنفذ هذه المعلومات المصورة في وحدة مراقبة وتظهر على شاشات الكمبيوتر لأغراض عمليات التصحيح وهذا الأسلوب يعتمد على التصوير ولا يحتاج إلى عمليات الترميز أو استعمال برامج OVR يعني Optical Voucher Reader يتم هذا الأسلوب عن طريق بث أوامر الدفع إلكتروني إلى مراكز الدفع الرئيسية للبنوك وذلك من خلال غرف المقاصة وتنفذها برامج تدعى DCE Data Carrier Exchange دال استلام أوامر الدفع بواسطة Swift يمكن استعمال نظام Swift كنظام مقاصة آلي لأوامر الدفع بين البنوك المحلية وقد استعمل النظام لسويفت في بعض أظمة المقاصة الأوروبية أي بين الدول الأوروبية وليس فقط بين البنوك المحلية ثانيا الحوالات الصادرة الخارجية الحوالة الصادرة الخارجية هي أمر دفع يصدر من قبل البنك المحلي بناء على طلب عميله إلى بنك مراسل في الخارج لدفع مبلغ معين إلى مستفيد محدد ويلاحظ بأن هذه الحوالة تختلف عن الحوالة المحلية بأنها أولا تستعمل العملات الأجنبية والأكثر شيوعا هي الدولار، الاسترليني، اليورو، الفرنكلي سويسري، واليين الياباني ثانيا مكان مستفيد في الخارج ثالثا يتم دفعها بواسطة بنك في الخارج أساليب دفع الحوالة الأجنبية الخارجية ألف وجود حساب للبنك المحلي مع البنك المراسل أي الدافع بنفس العملة يدفع البنك المراسل قيمة الحوالة إلى المستفيد وبالمقابل يقيد نفس القيمة على حساب البنك المحلي طالب إصدار الحوالة بي عدم وجود حساب للبنك المحلي مع البنك المراسل في هذه الحالة يصدر البنك المحلي رسائل التالية 1- أمر تحويل إلى البنك المراسل الموجود في بلد المستفيد لدفع الحوالة 2- أمر تحويل إلى البنك الذي يوجد لديه حساب للبنك المحلي بعملة الحوالة لدفع القيمة إلى البنك المراسل الذي وجهت إليه الحوالة وهذا البنك الذي يحول القيمة إلى البنك الدافع هو البنك المغطي والرسالة التي وجهت إليه أي أمر التفويض بالدفع تسمى برسالة التغطية جيم وجود حساب للبنك المحلي مع البنك الدافع بعملة مختلفة في هذه الحالة يتم ما يري 1. أمر تحويل إلى البنك المراسل الموجود في بلد المستفيد لدفع الحوالي للمستفيد وبنفس الوقت تفويضه بقيد القيمة المقابلة لقيمة الحوالي بعملة الحساب المفتوح لديه على حسابه ناقص أي على حساب البنك المحول 2. أمر تحويل إلى البنك الذي يوجد لديه حساب للبنك المحلي بعملة الحوالي لدفع المبلغ إلى البنك المراسل الذي وجهت إليه الحوالي وهذا البنك هو البنك المغطي وهو الذي يدفع مبلغ الحوالة للبنك المراسل بموجب رسالة التغطية يكون فيها البنك الذي وردت إليه هو البنك الدافع ذلك لأنه يقيد قيمتها لحساب المستفيد وبالتالي هي أوامر دفع مستلمي من بنك أجنبي أو محلي لدفع مبلغ معين إلى مستفيد مبين اسمه وعنوانه ورقم حسابه مع البنك الذي يتعامل معه وهي قسمان أولا الحوالات الواردة الداخلية وهي التي ترد إلى البنك من أحد الفروع داخل حدود الدولة أو من خارجها لقد أنشأت البنوك مراكز مستقلة لإصدار الحوالات واستقبالها وتختلف البنوك فيما بينها من حيث الربط بين جميع الفروع من جهة وبين البنوك المحلية المختلفة من جهة أخرى بشكل آلي أونلاين وهذا يعتمد على مستوى التطور في نظام المدفوعات الوطني المطبق بإشراف السلطات النقدية للبنك المركضي وهناك عدة أساليب لاستلام وتنفيذ الحوالات كما يلي استلام وتنفيذ الحوالة يدويا يستلم مركز الحوالات في البنك أوامر الدفع الواردة من فروع البنك أو من بنوك أخرى ويتم تنفيذها كما يلي أولا أوامر الدفع الواردة من الفروع إذا كان أمر الدفع سينفذ من خلال الفرع عندها يصدر المركز أمرا خطيا للفرع لإجراء الدفع وإذا كان أمر الدفع سينفذ من خلال بنك آخر فإن المركز يصدر أمرا خطيا إلى مركز هذا البنك لإجراء الدفع من خلال فرعه أو الفرع الذي يحتفظ المستفيد لديه بحسابه ثانيا أوامر الدفع الواردة من البنك يستلم مركز الحوالات في البنك الحوالات الواردة ويظهر مقابلها أوامر دفع إلى الفرع المكلف لدفع القيمة للمستفيد ويقوم هذا الفرع بقيد القيمة لحساب المستفيد زائد إذا كان لديه حساب في هذا الفرع أو يرسل له إشعارا خطيا إن لم يكن لديه حساب في هذا البنك استلام وتنفيذ الحوالة آليا إن تنفيذ الحوالة آليا يعني أن تتم من خلال الكمبيوتر الذي يعمل على ربط مراكز البنوك والفروع المختلفة مع بعضها أولا استلام الحوالات من الفرع أي نفس البنك ينفذ الفرع الحوالة كما طلب عميله ويدخل هذه المعلومات المتعلقة بالحوالة على برامج الكمبيوتر وتنتقل هذه المعلومات بشكل تلقائي إلى مركز الحوالات لينفذها الفرع إلى الفرع الآخر وبعدها يتم قيدها على حساب المستفيد وذلك من خلال معرفة رقم حسابه وفي حال عدم موجود رقم حساب لدى الفرع المعني فإن القيمة تحول له من خلال الكمبيوتر وتوضع في حساب مؤقت حوالات واردة معلقة ثانيا دفع الحوالات من خلال بنوك محلية إذا كان المستفيد يحتفظ بحساب لدى بنك آخر أو متواجد في دائرة فرع بنك آخر فإن البنك الذي استلم الحوالة سوف يدفعها من خلال مركز البنك الآخر وتتم هذه العملية يدويا في حال عدم الربط الالكتروني بين البنوك وفي حال وجود الربط تتم آليا من خلال غرفة المقاصة ثانيا الحوالات الواردة الخارجية أو الأجنبية وهي التي ترد من خارج حدود الدولة إلى البنك الدافع وهي ذات عائد كبير للعملات الأجنبية لتأثيرها في ميزان المدفوعات تستلم البنوك المحلية الحوالات الأجنبية بواسطة سوفت بالعملة الأجنبية أو المحلية ويتم التأكد قبل تنفيذ الحوالة مما يري أولا رسائل سوفت مستلمة بشكل صحيح ثانيا صح التفاصيل للحقول وخاصة الحقل المخصص للبنك المستلم ثالثا وجود اسم وعنوان المستفيد ورقم حسابه رابعا وأخيرا وجود رصيد كافي للبنك المرسل إذا كان يحتفظ بحساب لدى البنك الدافع تنفيذ الحوالة الواردة أجنبية هذه الحوالات يتم دفعها إما من خلال فرع البنك مستلم الحوالة أو من خلال فرع بنك آخر ففي الحالة الأولى يقوم المركز بإصدار أمر خطي إلى الفرع لإجراء الدفع وفي الحالة الثانية يصدر المركز أمرا خطيا إلى مركز هذا البنك الآخر لإجراء الدفع من خلال فرعه أو من خلال مركز إصدار واستلام الحوالات أما إذا كان هناك ربط آلي ففي الحالة الأولى ينتقل الأمر عبر الكمبيوتر آليا إلى مركز الحوالات لينفذها إلى الفرع الآخر ويتم قيدها على حساب المستفيد إذا كان له حساب وإن لم يكن له حساب يتم قيدها في حساب مؤقت حوالات واردة معلقة وإذا كان المستفيد لديه حساب لدى بنك آخر فإن البنك الذي استلم الحوالة سوف يدفعها من خلال مركز الفرع الآخر ويتم ذلك من خلال الربط الآلي عن طريق المقاصطة فإذا وردت بالعملة المحلية فإن البنك المحلي يطلب من البنك الأجنبي قيد القيمة المقابلة بالعملة الأجنبية لحسابه الفرع الثالث الحوالات الدورية يحتاج البعض إلى تحويل مبالغ شهرية أو بتواريخ محددة وفقا لمتطلبات حاجاته فيطلب من البنك أن يقدم له خدمة مصرفية في بند الحوالة تتضمن أن يحول مبالغ مقضية شهرية أو في تاريخ معين من كل شهر بموجب تفويد موقع منه يبين فيه موعد التحويل ومقدار الحوالة واسم المستفيد وعنوانه وأي التفاصيل أخرى وتمثل هذه الحوالات في الغالب من الأحيان رواتب موظفي الشركات في الخارج أو مخصصات الطلاب من أولياء أمورهم أو مخصصاتهم من الجهة المفدة لهم إذا كانوا في بعثة علمية ولا تختلف إجراءات تنفيذ الحوالات الدورية الخارجية أو الداخلية الصادرة أو الواردة عن الإجراءات التي تحدثنا عنها في السابق وهذه الحوالات تتم بأوامر مستديمة يصدرها العميل عندما تنصب على عدة عمليات يحدد مواعيدها وقد يصدر العميل أمرا واحدا يتضمن تفويد البنك بإجراء تحويلات منتظمة في مواعيد يحددها وقد يصدر عدة أوامر ينفذ كل واحدة منها بالموعد المحدد فيه ويمكن للعميل الاحتفاظ بحقه بوقف تنفيذ الأمر في أي وقت يشاء إلا أن يكون في ذلك حق المستفيد كأن يكون الآمر بالدفع أو البنك الدافع قد أخطر المستفيد بأمر التحويل وعندما يكون هذا الأمر مكتوبا به عدد المرات التي أمر العميل أن يجريها فإن بهذه الحالة لا يجوز للآمر أن يرجع بأمره وإن فعل وطلب من البنك المأمور بالدفع ألا يدفع يتعين على هذا الأخير رفض الطلب الفرع الرابع التحويل بأسلوب الشكات المصرفية إن تلبية طلبات عملاء البنوك بدقة وسرعة تعاد وسيلة من وسائل تسويق الخدمات المصرفية وتلبي البنوك طلبات عملائها عن طريق قسم الحوالات عندما تصدر لهم شكات مصرفية تصرف من ثروع البنك أو من بنوك أخرى والبنك الذي يلبي رغبة عميله ويصدر شيكا على مؤسسة مصرفية أخرى داخل حدود الدولة أو خارجها يعاد بمقتضى هذا الشيك ساحبا والبنك الذي سيدفع هو المسحوب عليه والمستفيد هو الطرف الثالث في هذه العملية ويعرف الشيك المصرفي بأنه أمر دفع غير معلق على شرط يصدره البنك الساحب ويوجه هذا الأمر إلى أحد فروعه في الداخل أو الخارج أو إلى أحد مراسليه ويأمره بأن يدفع مبلغا من النقود عند الإطلاع ويفضل العملاء اللجوء إلى هذه الوسيلة بدلا من عملية التحويل ذلك لأن الشيكات المصرفية سيسهل تداولها وصرفها عن طريق التظهير وتؤدي ذات الدور الذي تؤديه الحوالة ويرجي العمل لغاية إصدار الشيكات المصرفية بحسب ما إذا كان عميل البنك هو الذي سيرسل هذه الشيكات إلى المستفيد أم البنك سيتولى ذلك والغالب أن تسلم الشيكات إلى المشتري أي طالب التحويل ليقوم بدوره بإرسالها للمستفيد وتحكم علاقات الأطراف في الشيكات المصرفية ذات القواعد القانونية كما وردت في قانون التجارة ومنها التصدير والتظهير والتقادم وبخصوص الإجراءات المتبعة لإصدار الشيك مصرفي فلا تختلف عن إجراءات إصدار الحوالة والتي تبدأ بتحرير نموذج طلب إصدار الشيك يتضمن كافة التفاصيل مع تحديد إقامة المستفيد وبعد ذلك إجراء القيود الدفترية لغايات محاسبية ثم ينظم الموظف إشعاراً بسحب الشيك إلى البنك المسحوب عليه حسب نموذج معدل هذه الغاية يعلمه بسحب الشيك عليه ويسجل عملية إصدار الشيك في سجل خاص وبعد ذلك يتم توقيع الشيك من المخولين بالتوقيع ويسلم إلى المشتري أي طالب الإصدار الذي يرسله بدوره إلى المستفيد إذا لم يكن هو المستفيد من الشيك ويختلف الشيك المصرفي عن الشيك المصدق في أن الأول ورقة تجارية يعد الساحب فيها البنك ذاته في حين الساحب بالشيك المصدق هو أحد عملاء البنك وبناء على طلب المستفيد من الشيك يلجأ الساحب أي عميل البنك إلى البنك المسحوب عليه ليطلب منه ضماناً للشيك بأن رصيده محجوز لحين تقديم الشيك للوفاء وبهذه الحالة يعلق البنك من حساب عميله قيمة الشيك الذي صدقه على نحو يعتبر البنك بذلك مدينة أصلياً للمستفيد من الشيك كما يختلف الشيك المصرفي عن الحوالة في أن المستفيد من الشيك يستطيع صرفه من أي بنك يختاره في حين لا تصرف الحوالة إلا من البنك المرسل إليه أي البنك الدافع أو البنك المغطي هذا وإن الشيك يمكن تظهيره ونقل ملكية الحق الثابت به إلى الغير في حين لا يمكن تظهير الحوالة وتصرف للمستفيد فقط والشيك لا يصرف بعد انتهاء مدة تقديمه للوفاء إلا بموافقة البنك المسحوب عليه في حين يمكن صرف الحوالة في أي وقت والشيك يتضمن بيانات إلزامية ورد النص بشأنها في القانون أما الحوالة فلا يوجد لها شكل محدد وتأتي بأي نص ولا يشترط أن تكون خطاباً مكتوباً وبخصوص الشيك المصرفي فإن إرساله إلى المستفيد يتم بواسطة طالب الإصدار أي المشتري أما الحوالة فترسل إلى المستفيد بواسطة البنك الدافع ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية بعنوان وقف التنفيذ وتاريخ إتمام النقل المصرفي الفرع الأول وقف تنفيذ أمر التحويل يجوز للآمر الرجوع عن أمر التحويل الذي وجهه للبنك إذا لم يكن قد نفذ الأمر بعد وفي حال أفلس الآمر فإن ذلك لا يحول دون تنفيذ الأمر إذا قدمه المستفيد للبنك قبل صدور الحكم بشهر الإفلاص أما في الحالة التي لا يكون فيها الرصيد في حساب الآمر غير كافي وكان أمر النقل موجهاً مباشرةً إلى البنك جاز للبنك عندئذ أن يرفض تنفيذ الأمر على أن يخطر الآمر فوراً بهذا الرفض أما إذا تقدم عدة مستفيدين إلى البنك جملةً واحدة وكانت قيمة الأوامر التي قدموها تزيد عن رصيد الآمر كان من حقهم أن يطلبوا توزيع هذا الرصيد الناقص فيما بينهم بنسبة حقوقهم قسمة الغرماء وليس للبنك أن يقوم بهذا التوزيع إلا في يوم العمل التالي ليوم تقديم هذه الأوامر أما الحالة الثانية المتعلقة بحالة عدم كفاية رصيد الآمر جراء تقديم عدة طلبات للتحويل دفعة واحدة فقد أضيفت عبارة طرورة دعوة الآمر إلى تكملة رصيده في يوم تقديم الطلبات لتحديد تاريخ إتمام عملية التحويل أهمية كبيرة تبدو حال إفلاس أحد أطراف العملية الأمر الذي قد يؤثر في صحتها أو في نفاذها حيث أنه لا ينفذ الأمر الذي يكون قد أصدره آمر شهر إفلاسه قبل أن تتم عملية التحويل بتلاقي إرادات أصحاب الشأن في النقل وكذلك قد تنشأ بين البنك والآمر علاقات قانونية تخول البنك أن يرفض إتمام تنفيذ التحويل كما لو أصبح دائنا للآمر قبل إتمام التحويل وأراد التمسك بالمقاصة وتعددت الآراء في مجال تحديد تاريخ تمام الحوالة حيث ذهب فريق إلى أن عملية التحويل تحتاج إلى تراضي بين الأطراف وإجراء قيود كتابية في الحسابين فالآمر يبدي رغبة في النقل ثم يليه رضا البنك وبعده رضا المستفيد لكن أحيانا يقدم رضا المستفيد على البنك وذلك عندما يأخذ المستفيد أمر النقل بنفسه إلى البنك لكن لو رفض المستفيد النقل عندها لا يكون للنقل أي أثر ويعتبر كأنه لم يكن حتى لو كان الرفض بعد موافقة البنك والغالب هنا أن القبول يعتمد على وقت إجراء القيد باعتبار البنك وكيلا عن المستفيد لأن الحساب المفتوح باسم العميل يقبل بطبيعته دخول أي مبلغ فيه أما إذا تدخل في تنفيذ النقل مصرفان فإن العملية تتم في وقت قبول البنك الثاني أي بنك المستفيد أي من وقت قيدها في حساب المستفيد والبنك الثاني لا يقوم بإجراء هذا القيد إلا عندما يقبل أن يكون مدينة أمام المستفيد أي عندما يطلق قيمة القيد من البنك الآمر أما إذا حصلت العملية بين فرعين لبنك واحد اعتبرت قد تمت بمجرد قيدها في الجانب المدين لحساب الآمر وهذا يعود إلى أن البنك واحد وبالتالي فإن رضاه يتم بمجرد إجرائه القيد في حساب الآمر فبذلك يخرج المبلغ من ضمة الآمر أما القيد في حساب المستفيد فهو عملية داخلية بالنسبة للبنك ويلزم إختار المستفيد به وقد حسم المشرع السوري تضارب الآراء هذا فاعتبر أن المبلغ المحول ينتقل إلى المستفيد عند قيده على حساب طالب التحويل الفقر الثالثة جيم الحوالة المصرفية والإفلاس الحوالة المصرفية عملية محاسبية تتم بتدخل ثلاثة أطراب وكل منهم معرض للإفلاس وتتأثر هذه العملية بإفلاس أحد هؤلاء الأطراب ويختلف الأمر فيما إذا كان المفلس هو الآمر أو البنك أو المستفيد كما يختلف إذا ما كان قد شهر الإفلاس قبل تمام عملية التحويل أو بعدها الفرع الأول إفلاس الآمر من المعروف أنه بمجرد إفلاس التاجر ترفع يده عن إدارة أمواله ويمنع عليه القيام بأي تصرف ويعتبر أمر التحويل المصرفي من الأعمال التي يمنع عليه القيام بها سواء كان التحويل وطاء لدين مترتب في ذمته أم كان مقصودا به التبرع فإذا أصدر الآمر للبنك أمرا بتحويل مبلغ من النقود من حسابه لحساب المستفيد وشهر إفلاس الآمر قبل أن تتم عملية النقل هذه يتعثر هنا تنفيذ العملية ولا ينفذ الأمر نتيجة للإفلاس الواقع بين إصدار الأمر من جهة وتمام العملية بتلقي إرادات الأطراف أصحاب الشأن بالنقل من جهة أخرى حيث أنه يترتب على المصرف تنفيذ طلبات التحويل الوالدة إليه قبل اليوم الذي يصدر فيه الحكم بشهر إفلاس الآمر طالب التحويل أما التحويل المصرفي الحاصل في أثناء إجراءات الصلح الواقي فتخضع للأحكام العامة للإفلاس حيث لا تسري بالنسبة للدائنين الهباط وغيرها من التصرفات المفقرة والكفالة التي يعقدها المدين في أثناء إجراءات الصلح الواقي أما النقل المقصود به الوفاء بدين حال فهو صحيح لأن النقل المصرفي في نظر الفقه الحديث يعتبر وفاء حقيقيا وإذا كان التحويل بين حسابين لشخص واحد في فترة الغيبة والحساب الثاني مضمونا كان النقل بمثابة تقرير تأمين لدين سابق ويكون هذا النقل بمثابة وفاء لدين لم يحل بعد إذا كان النقل من حساب له أجر إلى حساب برصيد يستحق عند الطلب وبالتالي لا ينفذ لمواجهة الدائنين الفرع الثاني إفلاس البنك أولا حالة النقل بين حسابين في بنك واحد عندما ينفذ البنك حوالى بأمر من الآمر فإن ذلك يعتبر وفاء من البنك لدين للآمر في دمته فيما لو كان مدينا له أو إقراض من البنك للآمر فيما لو لم يكن هذا الأخير دائنا للبنك وبالتالي لا يستطيع البنك المفلس تنفيذ هذا النقل ويعتبر النقل الذي ينفذه البنك في فترة الريبة باطل إذا انطوى على غش وإلا اعتبر صحيحا لأنه وفاء بنقود لو تم بحسن نية ثانيا حالة النقل بين حسابين لدى بنكين مختلفين لا يؤثر إفلاس بنك الآمر على عملية التحويل إذا تمت بصورة نهائية وتم قيدها في حساب بنك المستفيد قبل شهر إفلاس البنك الآمر حيث أن القيد الذي يجريه الأخير في حساب بنك المستفيد لديه يعتبر قيد في حساب وكيل المستفيد الذي يعتبر بالتالي أنه تلقى المبلغ وعلى العكس يمتنع إتمام العملية فيما لو شهر إفلاس بنك الآمر قبل قيدها في حساب بنك المستفيد حيث يعتبر بنك الآمر هو الذي يجري العملية في الحقيقة وكذلك فإن إفلاس بنك المستفيد يمنع تمام العملية إذا شهر الإفلاس قبل قيد المبلغ في حساب المستفيد وتتم صحيحة ومنجزة إذا كان شهر الإفلاس بعد هذا القيد ما لم يرفض المستفيد عملية التحويل فيما بعد الأمر الذي يهدم عملية التحويل من أساسها وكأنها لم تكن ويعود الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل أمر التحويل بمجرد إفلاس المستفيد ترفع يده عن إدارة أمواله أيضاً ويستبدل بوكيل التفليسة الذي يحل محله في قبول التحويل وتلقي الوفاء ويعتبر التحويل الحاصل في فترة الريبة صحيح لأن الوفاء الحاصل في هذه الفترة صحيح قانوناً حيث يبقى المدين قائماً بإدارة أمواله ويثابر على القيام بجميع الأعمال العادية والمختصة بتجارته ومنها قبول الوفاء أو التحويل المصرفي وذلك تحت إشراف المفوض وإدارة القاضي المنيد الفقر الرابع دال بعنوان آثار الحوالة المصرفية ومسؤولية البنك وبعد دراستنا لأنواع الحوالة ولتنفيذ الحوالة واختلاف آلية تنفيذها فيما إذا كان التحويل يتم عن طريق مصرف واحد أو مصرفين فإننا سوف نتطرق إلى آثار تنفيذ الحوالة وخاصة في علاقة الآمر بالبنك وعلاقة المستفيد بالبنك الفرع الأول آثار الحوالة المصرفية أولا علاقة الآمر بالبنك من ناحية أولى فإن للتحويل المالي أثر على علاقة الآمر بالبنك حيث يعتبر التحويل المالي من قبل البنك بمثابة وفاء نقدي للآمر ولهذا ينقص الرصيد الدائن المقيد في حساب الآمر بقدر المبلغ المنقول الذي يقيد في الجانب المديم منه أما في حالة عدم كفاية رصيد الآمر فإن البنك هنا يكون بمثابة مقرد فيما لو نفذ النقل دون اعتراض ويكون على الآمر أن يدفع باقي قيمة التحويل الذي قام بتحويله ولا يجوز للبنك أن يبطل التحويل إذا لم يكن قد اعترض ثانيا علاقة المستفيد بالبنك للمستفيد حق ضد البنك بمجرد القيد في حسابه كما لو كان المستفيد قد تلقى من البنك مبلغا نقدا ثم قام به داعيه لديه وعليه فإن حق المستفيد ضد البنك مستقل عن حق الآمر وبالتالي يمكننا القول بأن التحويل عملية مجردة ولذلك ليس للبنك التمسك بأي دفع متعلق بأصل الحق بين الآمر والمستفيد هذا ينبغي أنه ليس للمصرف الرجوع عن القيد الذي قام به متى قام بعملية النقل وأجر القيد في الجانب الدائن لحساب المستفيد وفي حالة رفض المستفيد للحوالة الجزئية بالرصيد المتوفر في حساب الآمر لدى البنك فلا يحبس هذا الرصيد لصالحه ثالثا علاقة الآمر بالمستفيد أما في علاقة الآمر بالمستفيد فإن الآمر يوفي دينه للمستفيد إذا كان مدينا له وذلك عند قبول المستفيد تحويل أما عندما يكون هدف الآمر من التحويل هو التبرع للمستفيد فإن القيد في حساب الآمر يعتبر تسليما للهباء إليه رابعا التحويل بين حسابين لشخص واحد لدى البنك تتم هذه الحالة عندما يكون هناك حسابين لشخص واحد لدى البنك ويتم النقل بين هذين الحسابين حيث تعتبر عملية النقل عملية محاسبية لا ترتب أثرا قانونيا وهذا التكييف يكون صحيحا عندما يكون الحسابين هنا قسمين لحساب واحد لكن ماذا لو قام البنك بعملية نقل مصرفي دون أن يتلقى أمرا بذلك أو تنفيذا لأمر صادر عمن لا يملك رصيدا كافيا في حسابه أو ممن لا يملك صلاحية إصداره ننتقل إلى الفرع الثاني مسؤولية البنك عن التحويل المصرفي قد تثور مسؤولية البنك نتيجة تنفيذه لأمر نقل عن طريق الخطأ أو نتيجة تأخره في تنفيذه أو قد تتعقد مسؤوليته أيضا بسبب إجرائه نقلا تنفيذا لأمر مزور أولا المسؤولية عن الغلط يظهر الغلط إذا نفذ البنك تحويلا دون أن يتلقى أمرا بذلك أو قد ينفذ التحويل بناء على أمر تلقاه بمبلغ ذائد عما ورد في الأمر وللبنك أن يطلب إبطال القيد الحاصل غلطا للمستفيد وذلك بإجراء قيد عكسي في الجانب المدين لحساب المستفيد بالمبلغ الذي قيد خطأا في الجانب الدائم منه وليس للمستفيد أن يعترض على ذلك إلا إذا كان قد سحب المبلغ بالفعل من حسابه فهنا يجوز للبنك مطالبته برده لأنه يكون في يده بلا سبب ولا فرق فيما إذا كان المستفيد دائنا للآمر أم غير دائن له فالعبرة هنا لمركز المستفيد من البنك وليس من الآمر كذلك قد يظهر خطأ البنك في تحويل المبلغ إلى المستفيد بناء على أمر طلقاه من آمر لا يملك رصيدا كافيا فللبنك استرداد المبلغ من المستفيد متى أثبت غلطه في تنفيذ الأمر على هذا النحو لأنه يجوز للمصرف الامتناع عن تنفيذ هذه الحوالة ذات الرصيد غير الكافي على أن يبلغ الآمر بذلك فورا وقد يرتكب الآمر خطأ في ذكر رقم حساب يطلب إلى البنك أن ينفذ تحويلا إليه فللبنك أن يجري قيدا عكسها لاسترداد المبلغ وإن تعذر ذلك كان الآمر مسؤولا عن خطأه أمام البنك وقد يكون ثمة محل المشاركة بين البنك والآمر في المسؤولية إذا ثبت أن كل منهما تسبب في وقوع الضرر كما لو كانت تعليمات الآمر غير دقيقة ولم يحاول البنك استيضاحها منه فطبقها تطبيق غير صحيح ثانيا المسؤولية على التأخير عندما يقوم البنك بفتح حساب لعميله فإنه يتعهد ضما أن ينفذ أوامر النقل الصادرة بشأن هذا الحساب والتي تتوافر فيها الشروط القانونية والشروط التي يقضي بها العرف المصرفي وعلى البنك أن ينفذ أمر النقل الصادر دون تأخير ولا يعني أن ينفذ الأمر فورا على خلاف الشيك بل ينتزم بأن لا يتأخر دون مبرر فإذا حصل تأخير وتسبب بضرر وكان البنك مسؤولا عن التعويض ويعود تحديد فيما إذا كان هناك تأخير غير مبرر أم لا لقاضي الموضوع فهي مسألة من مسائل الواقع ينظر فيها قاضي الموضوع لكل قضية على حدة ثالثا المسؤولية عن تنفيذ أمر نقل مزور تقع تبعت تنفيذ أمر نقل مزور على عاتق من يثبت وقوع الخطأ من جانبه والذي أدى إلى هذا التنفيذ والغالبا أن يحكم القضاء في مثل هذه الحالة بوقوع الخطأ من جانب البنك على اعتبار أنه محترف واعتادت البنوك على تطبيق إجراءات مشددة لتأكيد التواقع والتحقق منها فيفترض هنا تقصير البنك وإهماله القيام بهذه الإجراءات لكن قد يكون الخطأ من جانب العميل أيضا كأن يعطي دفتر الأوامر إلى أحد موظفيه بعد أن يوقعها على بياض ويقوم الموظف بإساءة استخدامه وخيانة الأمانة التي منحه إياها العميل لكن ماذا لو لم يثبت وقوع الخطأ من جهة البنك ولا من جهة العميل فمن يتحمل نتيجة النقل المصري في هذا يطبق بعض الشراح أحكام الشيك في هذه الحالة بينما يرى آخرون أنه يتحمل البنك نتيجة هذا النقل وذلك لأنه ما دام العميل لم يرتكب خطأ لا يمكن أن يسأل وذلك لأن الوفاء ولو بدون خطأ لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا تم من الشخص دي الصفة في ابتضائه أو أقل أو أفاد منه تمرين أشر إلى الإجابة الصحيحة المنيب هو الثالثة بعنوان الحوالات المصرفية ترجمة نانسي قنقر